السلام عليكم ورحمة الله لا يخفى للجميع بأن النظام الوجبة الواحدة فعال جدا لنزول الوزن والتخلص من الدهون المتكدسة داخل الجسم أيضا باسترجاع الصحة ولكن هناك بعض الأخطاء الشائعة يقع فيه كثير من الأشخاص عند التزام بهذا النظام اللي هو نظام الوجبة الواحدة وهذا الخطأ اللي هو تناول كمية عالية وكبيرة جدا من الغذاء بالوجبة الواحدة فبهذا الفيديو بإذن الله رح نشرح كمية المغذيات اللي تكون موجودة بالوجبة الواحدة اللي بإذن الله رح تساعدنا بتنزيل الوزن فزي ما تكلمنا أكثر من مرة إنه نظام الوجبة الواحدة تعتبر أحد أنواع أنظمة الصيام المتقطع وفعال جدا لتحقيق الأهداف من ناحية نزول الوزن أيضا من خفض من التهابات الجسم وإذا انخفضت التهابات الجسم هذا الشيء رح يساعدنا بشكل كبير على استرجاع الصحة وعلى الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ولكن بعض الأشخاص للأسف عند التزامهم بنظام الوجبة الواحدة وعند تناولهم الوجبة الوحيدة في اليوم رح تكون كمية الوجبة عالية جدا وهذا الشيء رح يسبب حمل وعب كبير على الجسم لأنه بهذه الفترة الجسم رح يكون حساس أكثر لاستقبال المغذيات فعشان كذا بهذه الفترة ما نبغى كمية عالية من السعرات أيضا ما نبغى بعض المغذيات اللي قد تسبب ردات فعل التهابية فلهذا السبب من الأفضل تجنب أي غذاء يسبب بردات فعل التهابية مثل منتجات الألبان والمكسرات والبذور طب ما هي الكمية المناسبة بالوجبة الواحدة اللي تساعدنا بتحقيق أهدافنا من ناحية نزول الوزن رح نقسم المغذيات إلى ثلاثة أجسام اللي هي النشويات والدهون والبروتينات فأول نقطة اللي هي النشويات فأكيد طبعا رح نتناول النشويات الصحية النشويات الصحية مثل البطاطس والبطاطا الحلوة والكينوة والفواكه هذه كلها تعتبر نشويات صحية فكمية النشويات في هذه الوجبة اللي هي الوجبة الواحدة من الأفضل إنها لا تتعدى ثلاثين قرام في اليوم أكثر من هذا الرقم رح يكون عبء وحمل على الجسم ورح يسبب بارتفاع بمستوى السكر وهذا الارتفاع الجسم ما رح يستفيد منه غير بأنه رح يخزن هذه السعرات وارتفاع السكر على هيئة دهون فبهذه الوجبة يجب أن تكون كمية النشويات منخفضة وزي ما تكلمنا أنه لا تزيد عن ثلاثين قرام مثلا تناول حبة واحدة من البطاطس أو ثمانية ملاعق من الأرز الأسمر المطلوخ أو ممكن تناول بهذه الوجبة ستة ملاعق من الشوفان أو تناول خمسة ملاعق من الحمص أو الفول فهذه الكمية كافية جدا من النشويات اللي تكون موجودة بالوجبة الواحدة خلينا ننتقل للدهون فما هي كمية الدهون اللي تكون متواجدة بالوجبة الواحدة طبعا من المهم أنك تختار الدهون الطبيعية الصحية مثل زيت الزيتون زيت جوز الهند والسمنة والزبدة الحيوانية الطبيعية وكمية الدهون حتى وإن كان الدهون طبيعية صحية يجب أن لا تتعدل أربعين قرام فبهذه الوجبة رح تضيف أي مصدر من مصادر الدهون الطبيعية مثل ملعقتين من زيت الزيتون أو ملعقتين من زيت جوز الهند أو ملعقتين من السمنة وإذا كان مصدر البروتين بهذه الوجبة عالية بالدهون مثل اللحوم وصفار البيض فيجب تقليل كمية الدهون المضافة إلى ملعقة واحدة فقط فهذه كمية كافية ومناسبة جدا من الدهون اللي تكون متواجدة بالوجبة الواحدة أكثر من هذه الكمية رح تكون عبء وحمل على الجسم ورح تسبب بأعراض مزعجة مثل سوء الهضم والخمول النقطة الأخيرة والمهمة اللي هو مصدر البروتينات طبعا البروتينات اللي هي الدجاج واللحم والسمك والبيض بيختار نوع البروتينات المناسبة لك وحصة البروتينات في الوجبة الواحدة رح تكون بمقدار كف اليد بالنسبة للنساء أو قد تزيد إلى كف اليد ونصف بالنسبة للرجال فهذه كمية كافية ومناسبة من البروتينات بالوجبة الواحدة طبالحين أكيد في كثير من الأشخاص يتساءلوا بأن كمية الوجبة بنظام الوجبة الواحدة قليلة جدا تقل عن ألف سعر حرارية أو زي ما تكلمنا أن تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير هذا الشيء رح يكون مضر على الصحة نعم هذا صحيح كمية الوجبة بنظام الوجبة الواحدة قليلة جدا فعشان كذا دائما ننصح بعدم الالتزام بنظام الوجبة الواحدة بشكل يومي لأنه أولا مستحيل أن الشخص يأخذ كفايته من المغذيات والفتمينات والمعادن بوجبة واحدة فقط أي نعم الجسم رح يكون حساس أكثر ورح يكون قادر على امتصاص المغذيات بشكل أكبر ولكن الجسم غير مهيئ على استقبال كمية عالية من السعرات خلال فترة قصيرة لهذا السبب من الأفضل عدم الالتزام بنظام الوجبة الواحدة بشكل يومي هذا الخطأ يقع فيه كثير من الأشخاص فمن الأفضل بالنسبة للرجال أنهم يلتزموا بالنظام الوجبة الواحدة مرة أو مرتين بالأسبوع وباقي الأيام رح تكون عبارة عن صيام 16 ساعة هذا الشيء رح يكون كافي ومناسب جدا لتحقيق أهدافهم بنزول الوزن من غير أي عراب جانبية أما بالنسبة للنساء فتطبيق النظام الوجبة الواحدة مرة واحدة بالأسبوع وباقي الأيام رح يكون عبارة عن صيام مدة لا تزيد عن 16 ساعة في اليوم ومن الأفضل للنساء أخذ راحة من الصيام يومين في الأسبوع فهذه الطريقة رح تكون جدا آمنة بنزول الوزن من غير أي عراض ومن غير أي عز ونقص بالمغذيات اللي احتاجها الجسم بكذا نكون انتهينا من هذا الفيديو فإذا عجبك الموضوع اتمنى الضغط على الزر الإعجاب وإذا ما كنت مشترك بالقناة فيسعدني ويشرفني الاشتراك بهذه القناة لأن بهذه القناة نهتم أكثر بالمواضيع التي تهم خسارة الدهون واسترجاع الصحة ويعطيكم الفعافية